اشتركوا في القناة نحن جميعنا اليوم في رحابكم أيها الشهداء تحية لكم منا لعظيم تضحياتكم سلام سلام لأرواحكم الطاهرة النبيلة ونحن اليوم في مزاركم مزار الشهيد خبات ورفاقه ورفيقاته الشهداء والشهدات نحتفل اليوم بجواركم وفي رحابكم في مهرجان الشهيدة هفرين خلف للسلام نستذكر وفي هذه اللحظات الشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل والشهيد فرهاد رمضان كل الفخر والاعتزاز بكم من رفاق دربكم ونضالكم نستذكر اليوم استشهادكم وتضحياتكم دفاعا عن شعبكم وأرضكم هفرين يا أيتها الشهيدة الشابة إن شهادتك تملأ حياتنا عزيمة وأملا بمستقبل سوريا وتمدنا بالإرادة والإصرار على متابعة النضال والكفاح ثلاث سنوات مرت على استشهادك واجه فيها شعبنا كل أنواع الحروب الجبانة وحرب الطائرات والمسيرات التركية والقصف الوحشي والهمجي على القرى والبلدات الآمنة والحرب التقليدية العسكرية والحرب الاقتصادية وحرب المياه وسياسة الحصار ودعم الخلايا الإرهابية الداعشية من قبل الحكومة التركية لتفتيت هذا المشروع السياسي الديمقراطي مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لكن شعبنا بكافة مكوناته وأطيافه قدم سموداً أسطورياً ولا زال يقدم وسيبقى يقدم إيماناً منه بعدالة قضيته وصدق ونبل غايته وأهدافه إن شعبنا وبكل مكوناته وبنسيجه الاجتماعي المتضامن والصلب شكل سداً منيعاً في وجه كل هذه الحروب هزمنا قوى الإرهاب وهزمنا خطط الاحتلال فلا عودة لخلافات مزعومة وبائدة ولا عودة للماضي فنحن نسعى وبكل إمكانياتنا وطاقاتنا لنبني المستقبل لأجيالنا ولسوريا المستقبل لتكون سوريا بلداً ديمقراطياً تعددياً لا مركزياً لأن السلام في سوريا سيكون مفتاح السلام في المنطقة والعالم بأسره أيتها السيدات أيها السادة الحضور الكريم منذ بداية الثورة في بدايات عام 2011 حتى يومنا هذا وسوريا تضعف كل يوم وتخسر كل يوم وفي كافة المجالات البشرية والاقتصادية والخدمية والمجتمعية والسياسية والأمنية والعسكرية بسبب تشبث السلطة في دمشق بذهنية ما قبل 2011 وعدم تلبيت مطالب الشعب الثائر الذي يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ما أفسح المجال واسعاً للأطراف الدولية ذات الأجندات المشبوهة كتركيا وإيران وروسيا للتحكم بالقرار السوري وتنفيذ مصالحها وأجنداتها على حساب مصلحة الشعب وأمنه واستقراره ونتيجة ذلك تم احتلال الكثير من المدن والبلدات السورية من قبل دولة الاحتلال التركي كعفرين وإدلب وأعزاز وجرابلوس والباب وتل أبيض كريس بي ورأس العين سريكانية إن المشروع السياسي في الشمال وشرق سوريا هو الحل لأنه يدعو إلى التحول الديمقراطي نحو سوريا المستقبل عبر مشاركة كافة السوريين في بناء سوريا المستقبل سوريا الوطني والانتماء أيها الحضور الكريم إن التعطيل المتعمد لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة ومحاولة الالتفاف على مطالب شعبنا المشروعة من خلال فرض تسويات مشبوهة ومسارات حلول مشتزأة جعل الشرق الأوسط والعالم يعاني من أزمات واضطرابات وحروب ولا حل إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الخاص بالحل الشامل والمستدام في سوريا الذي أقره مجلس الأمن الدولي وجلوس كافة السوريين الوطنيين المخلصين المخلصين لشعبهم ووطنهم على طاولة حوار مستديرة تجمعهم من أجل سوريا أيها الحضور الكريم ما زالت الدولة التركية توفر الملاذة الآمنة للإرهاب والإرهابيين ومنهم فصل أحرار الشرقي الإرهابي الذي ينتمي إليه قتلة الشهيد هفرين وفرهاد وما زالت تركية توفر لهم الحماية القانونية وما زالوا طلقاء ويتابعوا إجرامهم بحق أهلنا وشعبنا في المناطق المحتلة لذلك نطالب العدالة الدولية للقصاص منهم ومحاسبتهم على جرائمهم ومن ورائهم النظام التركي فمن يأوي المجرم هو مجرم ومن يأوي ويدعم الإرهاب والإرهابيين فهو إرهابي وكلاهما سيان أمام القانون والعدالة ولا يضيع حق وراءه مطالب وفي الختام تحية لأمهات الشهداء وتحية لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وعهد مننا أن نكون الأوفياء لهم ولدماءهم الطاهرة وأن نسير على خطاهم ودربهم ونهجهم تحية لشهيدة حزب سوريا المستقبل الشهيد هفرين خلف ولكافة الشهداء ونحن اليوم في مهرجان السلام في مزار الشهداء نعاهدك يا أم هفرين نعاهدك يا أم فرهاد ونعاهد كل أمهات الشهداء أن نحفظ دمهم ونصورن كرامتهم وأن نسعى لنشر السلام بدءا من سوريا إلى كافة أرجاء العالم والمعمورة سلام لأرواحهم الطاهرة سلام لأرواحهم الطاهرة وشكرا شكرا